اشتركوا في القناة من اجل تهدئة الاوضاع بالمنطقة وترسيخ السلام والاستقرار وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا حرص مصر على استمرار التنصيق بين الجانبين بما يصب في مصلحة الامن والاستقرار الاقليميين واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث بشأن الاوضاع الاقليمية وخاصة في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية حيث حرص وزير الخارجية الامريكية على اطلاع السيد الرئيس على مجريات جولته الموسعة بالمنطقة والاستماع الى رؤية مصر بشأن افاق الحل وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصرية للتواصل مع كافة الاطراف بهدف الوصول الى وقف فوري لاطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الانسانية حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة بحيث يتم ادخال المساعدات بالكميات الكافية لانهاء الكارثة الانسانية بالقطاع وانقاذ اهالي غزة من المعاناة الهائلة التي يتعرضون لها مع ضرورة ان تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يعالج جذور الوضع الراهن ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة ويحقق الامن والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة وقد توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشأن الاوضاع الراهنة والتواصل مع مختلف الاطراف لدفع جهود التهدئة ومنع التساع رقعة الصراع مع تأكيد الرفض التام لمبدأ او محاولات تهجير الفلسطينيين من اراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين كاساس تحقيق الاستقرار في المنطقة